تقف أسواق القدس شهدا حيا على تاريخ المدينة وهويتها العربية الإسلامية رغم محاولات الاحتلال المستمرة للتضييق على أصحابها من خلال فرض الضرائب لدفعهم إلى هجرها بهدف الاستلاء عليها وتترابط المحال التجاري المبنية بشكل بديع على جانبي طرق ضيقة توصل إلى الأحواش وحارات البلدة القديمة والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتعج الأسواق بالمتسوقين والسواح وترسم البضائع المرتبة بكل أصنافها لوحة جميلة متآلفة مع الجدران القديمة والأقواس والقبب والعقبات رائحة القهوة والتوابل المقدسية وتقع البلدة القديمة من القدس على تلتين ومحاطة بسور بناه السلطان العثماني سليمان الأول في إطار تمدد الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أضحى وباء عالميا سجلت اليوم إصابة أول ممثل عالمي شهير بكورونا أو كوفيد-19 بحسب التسمية العلمية فقد أعلن الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيب بفيروس كورونا في أستراليا كما أشار إلى أنهما ملتزمان بالقواعد المتبعة سواء فيما يتعلق بالعزل أو المتابعة والمراقبة الطبية